بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين عزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برحب حضراتكم من برنامج حوار من قلب مصر وفعلا من مصر والأهل مصر والوطن العربي أين مكان سعيد جدا بمصريتي وفخور أن أنا من مصر في برنامجنا هنتكلم عن الحضارة والصناعة والفن وكل حاجة فيها تقدم للإنسان هنتكلم فيها والدنيا بخير في وسط الابتلاءات والمشاكل وده كلام قاله رسولنا الكريم الخير فيه وفيه أمتي إلى يوم الكيامة الدنيا بخير في وسط الابتلاءات والدنيا بخير طول ما ربنا موجود جوه قلبنا الدنيا بخير طول ما قدينا في قديم بعض الدنيا بخير طول ما فيه صلة رحم باختصار كده الدنيا هتفضل بخير طول ما احنا ماشيين على المنهج والكتالوج الرباني وما أن النهاردة هي البداية حبيت يكون معايا في الاستيديو في أولى فقراتنا رئيس لجنة الفنون والدراما في الحملة الوطنية لدعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإعلام السياسي الفنان الجميل الشاب المبدع المخرج حسن البرديسي أهلا وسهلا بيك أستاذ حسن أهلا بحبار نورتين وشرختين حبيب الله يكريم في البداية كده أستاذ حسن كلمنا عن الحملة وإيه دورها وإيه الهدف منها وإنت دورك إيه بالتحديد أنا دوري في الحملة رئيس لجنة الفنون والدراما تمام الحقيقة الحملة بتمثل عامل مهم جدا 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 لدعم رئاسة الجمهورية طبعا يشرفنا إن إحنا ندعم الرئاسة ويشرفنا إن إحنا ندعم فخامة الرئيس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا ممكن أقدر أكلمك عن دوري أنا بالأخص في الحملة بالسبب طبعا الحملة تحت شراف ورئاسة سيادة اللواء الدكتور فوزي رمضان أنا ماسك منصب رئيس لجنة الفنون والدراما معايا في اللجنة بتاعتي مجموعة جميلة من الفنانين معايا في المكتب الاستشاري الفنان مراد فكري والفنانة الجميلة إناس ميكي وأيضا بعض الفنانين وكل فترة يعني فيه تطور وبين ضمننا مجموعة من الفنانين المحبين لمصر والمحبين لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنا بما إني رئيس لجنة الفنون والدراما بكون مكلف لأن أنا بنظم مؤتمرات بنظم ندوات احتفاليات يعني الاحتفالية بتاع 6 أكتوبر الماضي كنا احنا اللي ننظمينها وكان احتفالية مشارفة جدا على مستوى مصر كلها وكانت تقريبا نزلة في كل ميادين مصر وكل كنوات الدولة كمان نزلة وكل كنوات طبعا في الفيزين المصري زاعت الحفلات اللي كانت في كل ميادين مصر لأن احنا مش هنا في قاهرة احنا في جميع أنحاء الجمهورية من اسكندرية لحد أسوار والحمد لله موضوع بيتطور يعني الحمد لله طب معنا مداخلة فيه مداخلة معنا هلو ايه بالأسف المقالمة قطعت طب كلمنا بقى نخش فيه حاجة في الحاملة نتكلم عليها ونخش في الجانب الفني والدراما شوف اللي حبك تحبه انت حابب انت معي نتكلم في الفن في الفن حضرتك شاركت في مسلسل ليبي في الصعيد اعم المسلسل يعني نتكلم عن المسلسل شوية ولا نطلع بالفيديو ونتكلم عن المسلسل اللي حبت تحبه طب نطلع نشوف المشاهد ده ونتكلم عن المسلسل احنا اوكي احسب من المشاهد اللي انت عملها في الفيلم اللي هو كان اسمه ايه؟ الرجل الذي جلس فوق الشمس هو هيفضل فوق الشمس على طول مش نازل وقتها كانوا بيصوروا فيلم ياها اساس عارفين بعد كده تحصل ايه؟ اتفضل ياونسي اعمى انييييييييي مش حمات ال فوق الشمس اعمل ايها یہ انا فوق الشمس انييييييييييييييييييييييييييıyoruz االة انو quietly اوريلو وريلو الابداع والت curl يا نجمي يا تبير! اتفضل! اتفضل يا نجمي! ايوه! صوروني هنا تحت الشمس! يا استاذي! هنا مفيش فوق الشمس وتحت الشمس! احنا هنا بنصور حاجة تانية خالص! انا عايزك تعملي دور ليبي في الصعيد! خلصوني انا ما عندش وقت! عندي شغل كتير! يلا يا استاذ! انا جاهد! جاهد! ورجعنا لكم تاني مشاهدينا مع ااا شوفنا الفيديو! اكيد شوفنا فيديو! ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الجايار والفنانة القاديرة العظيمة الفنان عيدة رياض وكان معي واقف قدامي برضو الفنان عمر يسري فطبعا كانت نقلة وتشرفت شرف عظيم جدا ان انا صورتي نزلت معهم في أفيش المسلسل وكان معنا طبعا أبطال العمل الأستاذ عبد الباصل الجارد الفنان الليبي والفنان الليبية الأستاذ خدوجة صبري والحقيقة هي كانت تجربة يعني عايزة أقولك طب فيه المداخلة دخلت تاني بتاعت الحملة طب معنا مين في المداخلة معنا الفنانة ناس ميكي حبيبة الجميلة العظيمة ألو مساء الخير يا أستاذة مساء الفل عليكم وجمعة طيبة يا رب ربنا يكرمك نورتينا وشرفتينا في جد مرسي على زوءك ربنا يا خليك أنا النهاردة بيشاركني الأستاذ حسن البرديسي موسيا سيدي حسن البرديسي أنا أتنبأ له بمستقبل باهر إن شاء الله وده مش من طراغ ده من اهتمامه بإن هو يدور على موضوع يمس الناس بيفكر بشكل حلو بيفكر في الأدوات الفنية تمام فأتوقع له بإذن الله مستقبل حلو وبشجعه على أن نزوله بالفيلم اللي بيفكر يعمله الفترة اللي جاي أنا مش عايفة أشكرك إزاي والله يعني بجد مرسي على الكلام الجميل ده والحقيقة كلام أكبر مني بكتير بس فعلا مش عايفة أشكرك إزاي أنت لا لا ما فيش شكر على فكرة الفن ما فيهوش مجملات أنا لو ما كنتش حسيت إنه جواك فيه حد محب للفن بيدور على الإبداع ما كانش فيه حاجة في الدنيا هتخليني أقول الجمل اللي قلتها دي ما تحرمش من حضرتك وربنا يخليك لينا أنا عارف إن حقيقي يعني زي ما قلت لي أنت المربيانة يعني عادي الظبط أنا بقول أنا سعيدة بإني فيه بعدين أجيال وأجيال لا بس برضو حقيقة لسه صغيرة برضو أنا بره الموضوع أنا سيبق أنتوا تكبروا وتعجزوا أنا عادة في حتة الوحيد عادي الظبط مرسي على الزوء مرسي جداً وبتمنى لك التوفيق إن شاء الله إن شاء الله مرسي جداً على الإنس العفو العفو مع السلام مع السلام مع السلام فعلاً جدعة 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 لدرجة علاية تتخيلها ودائماً وأبداً بتتمنى الخير لكل الناس فأنا بشكرها جداً 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 معروفة جداً طبعاً أه وبقول لها مرسي حبيبة قلبي ما تحلمش منك بالنسبة لمشاركتي في فقاكة وعايش ده تقريباً كان أول عمل درامي أنا أشارك فيه قبلها طبعاً كنت بسعى إن أنا أتعلم أكتر دخلت مجموعة من الورش أهمهم ورشة نقابة مان التمثيلية الدفعة الأولى دي حالياً موجودة لحد دلوقتي أه حالياً هما في الدفعة الرابعة أعتقد في حال جمهورية ولا في مكان معين بس لا في مصلح المهور بس أه في القاهرة فبعد كده شاركت بقى في مسلسل فقاكة وعايش والحقيقة كان فاتحة خير علي عملت فيه بطولة حلقتين مع الفنان الجميل اللي رشحني للدور للأستاذ محابة المصار وبجهله كل التحية وبقول لك شكراً وعمري في حياتي ما هنسى إنك أول واحد قدمتني في الدراما المصرية وكان مع أنا برضو الممثل الشاب الجميل أحمد منشي وكان إخراج الأستاذ الجميل محمد لاشين حقيقة أنا مبسوط جداً إن أنا اشتغلت مع الناس دي تمام بس وبعدها بقى يعني ربنا كرم بحاجات تانية ورش وحاجات تانية أه وفيديو كليب برضو كنت كنت عامله كان بطولتي طب معنا مكالمة ناخدها بمعدي كان نكمل يالله بيوم أوكي تمام ألو الفنان عيدة أبو الحمد ألو خط قطع يا جماعة لأ خط قطع طب يا حسن طبعاً معروف عنك إنك من أهم مدربين التمثيل في مصر اللي بيعملوا ورش مجانية كلمنا بقى عن المبادرة دي وإزاي دخلت مجال التدريب حقيقة هو مجال التدريب يعني مجال مش سهل تمام ولكن ممتع يعني تبقى حاجة نطيفة جداً أنت تكون ربنا سبحانه وتعالى قالك خيركم من تعلم وعلم فلما يكون عندك مخزون من المعلومات ومخزون من بسيط يعني من الثقافة إنك تنقل ده دي حاجة محترمة جداً وحاجة في خمسة منهم كملوا وكانت الدفعة ست محاضرات وكنت باجي في المحاضرة الخمسة بلأ لأ يعني خلاص في توتر في الموضوع اللي عندي خلص فاهمني طبعاً بعد كده قررت إن أنا لا ما ينفعش إن أنا أقف عند ده لازم أسعى ما كان ما ينفعش إن أنا بزدد لازم أسعى لكل ما هو جديد لازم أتسقف أكتر وقر أكتر وعرف أكتر فإحنا النهاردة حالياً أنا في الدفعة العشرة إن شاء الله على مدار سنتين أعتقد إن عشر دفعات مستقر محافظة برضو يعني عملتها في كذا مكان حالياً آه بقى فيه في اسكندرية وفيه إن شاء الله قريب في المنصورة وفيه في الصعيد فالموضوع بدأ ينتشر الكورس دلوقتي أو الدفعة بتقعد 12 محاضرة ومش باب أملاح على 12 محاضرة الـ 12 محاضرة بيخلصوا ولسه في حياة كتير لسه ما قلتهاش ولسه عايز أقولها ده يرجع لإيه؟ يرجع لإن أنا برضو ما بكتفيش بالمعلومات أو بالمخزون اللي عندي دقيماً وأبداً بتطلع مزايا كتير لإن هم ما يكملوا في الموضوع أنا بشتغل معاهم ماذري وعملي فيه منهم اللي بيتخرج من عندي بيشيل موضوع تماماً من دماغه وفيه اللي لا بيبقى حاطة هدف في دماغه وهيوصله مهما كانت الصعوبات ومهما كانت الحاجات اللي بيقابلها في الوسط لأن المجال مش سهل مجال صعب جداً وتمثيل نفسه كمان صعب جداً ففيه ناس بتصمد وبتكمل وفيه ناس عشان خاطر هو الموضوع ما بيبقاش هم مش موهوبين ولكن هم كانوا حابين يجرب فطبعاً دول للأسف ما بيكملوش يعني معنا بقى اتصالت لفوني من الفنان عيد أبو المجد فنان عيد أبو الحمد طبعاً عيد أبو الحمد سوريا نورنا يا فنان أهلاً حبيبي سلام عبدك أهلاً بيك سلام ورحمة الله وبركاته نورتني وشرفتني الله يخليه يكون حبيبي قال لي المحترم الطيب أبويا التاني أعمل يا حبيبي الحمد لله يا أستاذ عيد أخبار حضرتك إيه الله يسلم حضرتك أنا بجد يعني عايز أشكرك على مشاركتك معايا في الفيلم أنت من أهم العناصر اللي معايا حد فعلاً 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 بتحترم مهنتك وبتحب مهنتك لأجل المهنة والأجل حب الفن مش أكتر من كده ولا ليك أي أغراض تانية الله خليك يا حبيبي أنا يعني ربنا خلقني عشان أماثر بس عشان في الدنيا والله أنت إضافة كبيرة جداً للفن ربنا خلقني عشان أماثر وأولاً وأخيراً أنا سعيد أن أنا معك لحسن أدرجيك اتراحة لأن أنت عملت صغل حلو أوي 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 في الفيلم الجديد وأسعاد وحسن أن أنا اشتغلت معك وعمل دور حلو أوي فيها يعني ده شرف لنا يا أستاذ عيد والله الله خليك يا حبيبي شرف لنا ودايماً معنا يا رب ودايماً متألك الله خليك يا حسن أنا بس مننامك من شعب المباهر وشو الله رب العالمين يصد أموكك كبير ربنا يوصقك وقفنا سحت عمرك يعني ربنا يخلي حضرتك يا أستاذ عيد ربنا يخلي حضرتك الله خليك يا حبيبي شرفتني ونورتني يا أستاذنا كبير الله خليك حد الله يكرمك الله يخليك نور تني مع السلامة دلوقتي بقى حسن كلمنا عن اسم مريونت مريونت اسم غريب شوية يعني هو بيرمز لنوع من أنواع الععاب العرائس والرعب وال بالضبط هو الفيلم مفهوش عرائس خالص ولكن قصة الفيلم بتدور حول جن نوع من أنواع الجن يعني وبيتحكم في البشر الضعيف الإيمان ضعيف والبشر اللي عنده ممكن مشاكل نفسية فبيتحكم فيهم وبيوجههم زي ما هو عايز زي العرائس المريونت بالضبط فعشان كده إحنا مستوحينا للإسم ده يعني للفيلم الفيلم طبعا معايا في الفنان الجميل أحمد عزمي والفنانة شمس والفنان سامح بسيوني صاحب الفضل علي وهو ما نقدمني على المسرح طب حكيننا على الفيلم بقى خلاص انت كده عرفت المفاجأة حكيننا على الفيلم شاهد المفاجأات حرفت بس الفيلم إن شاء الله هو فيلم سينما مستقلة تمام هينزل إن شاء الله بعد من خلص تصويره إحنا إن شاء الله يعني تصويرها يخلص الأسبوع اللي جاي طبعا وجهنا بعض الصعوبات صعوبات كتير قوي أسناء تصوير الفيلم وكان فيه ماتيريا اللي اتمسح وتصور وتمسح لا كان فيه ماتيريا اللي اتمسح ماتيريا اليوم كامل بمبلغ طبعا اتمسح طرينا إن احنا هنعيد تصوير تاني لا حصل حقيقة مشاكل كتيرة في الفيلم ما عرفش ده ناتج عن إيه يعني ولكن أنا الفيلم هيكمل إن شاء الله بأمر ربنا سبحانه وتعالى وهينزل وأتمنى إن هو يعجب الجمهور يعني بعد ما ينزل بإذن الله وإن شاء الله هينزل سينما وهينزل تلفزيون برضا بإذن الله معنا دلوقتي الصورة تتعرض المفروض معنا صورة دلوقتي هنشوفها واتعقب عليها وبعد كده نشوف المداخلة تمام من الفيلم دي طبعا الفنانين مشاركين معايا الأستاذة شمس والأستاذ الجميل الأستاذ سامح باسيوني والأستاذ أحمد عزمي وده بشوقي مجدي مساعد مخرب ومعنا في الفيلم وأحمد بدر برضو ممثل في الفيلم ضمن الأبطال أحمد بدر وده صورة من الكواليس ده من كواليس تصوير اليوم اللي فات إيه العقوبات اللي قبلتكو في الفيلم أولا؟ إيه العقوبات اللي ما قابلتناش ما قابلتناش ها لا إحنا قابلتنا صعوبات رهيبة يعني أنا بقولك كان فيه يعني فيه أكتب من المتالية اللي يتصوروا يتمسح لا إحنا الحمد لله الفيلم ده يعني كويس إنه عد على خير يعني حديته الموضوع والحمد لله الحمد لله ولسه منتحدى يعني إن شاء الله خير أنا متفائل خير إن شاء الله طب معنا المداخلة ندخل بيها طب أعمالك إيه آخر أعمالك إيه أستاذ حسن؟ إحنا إن شاء الله إحنا آخر حاجة إن شاء الله اللي هو فيلم ماريونيت وفيه مسلسل برضو دخله اسمه ملوخية بالترند ملوخية بالترند بل في العالم كله وأنا متنبق لك بمستقبل باهر جدا جدا عشان خاطر أنت دائما وأبدا بتفكر بره الصندوق وببعط لك رسالة تحية من البرنامج من برنامج حوار من قلب مصر طب كده المداخلة للأسف مش هي كانت مفاجأة بس يعني أنا بعتزر لك جدا مش مشكلة تمام أنت نورتيني بسير ربنا وشرفتيني ويعني ضفت بهجة للمشاهدة بسير بريتمنى لك التوفيق بسير ربنا بريتمنى للمشاهدين كل ساهم طيبين وإن شاء الله إحنا دخلنا على عيد الأوم وهو كل سنة وإن شاء الله الفيلم يكسر الدنيا بريت يا رب وتفرجوا بقى انتظروا فيلم ماريونت إن شاء الله نورتيني بسير ربنا تعالوا بنا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني نكمل فتراتنا استنونا